أغلق بائع دجاجين التفاتن محال لهم في محافظة إربد فيما أفرغت محل أخرى من هذا المنتج جراء ارتفاع أسعار بيع الدجاج من المزارعين إلى الموردين بأعلى من سعر البيع للمستهلك المحدد من قبل الحكومة تجار قالوا لرؤية أن سعر توزيع كيلو الدجاج يتخطى بعشرة قروش الصقفة السعرية للمستهلك الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة ب165 قرشا وفي المقابل أبدأ أصحاب مزارع دجاج استغرابهم من قرار تحديد سعر البيع عند 165 قرشا إذ يجادلون بأن كلفة إنتاج الكيلو تتخطى الدينارين مع احتساب معدل الفاقد المرتفع المرتفع جراء الأمراض وارتفاع مدخلات الإنتاج المحل فاضي لأنه ما فيش جاج وسعر التوزيع أغلى من سعر البيع ومحددين سعر البيع على 165 وما فيش يعني لا جاج ولا السعر مساعدنا إحنا الآن مسكرين بسبب الأسعار إحنا وزارة التنوينة معاموينة والسعر دينار و65 وهو بطلع من المزرعة دينار و75 فصارت خسارات هائلة مدخلات الدواجن غالية اللي هي الأعلاف طوانها وصل 500 دينار الجاجة هي بتتوكل ثلاث كيلو ثلاث ونص حتى تسير دجاجة وزنها كيلو ثمانمية كيلو سبعمية وبالإضافة للأدوية والكهرباء والمي وجور العمال تصريح ضرائب وإلى آخرية عشان تسير الجاجة الجاجة بتكلفلها الارتين ونص وبيجي وزير الصناعة والتجارة بحدد سعر الارة و65 و60 كرش طب بناءنا على شو حدد الارة و65 كرش الجاج مات عندنا بالمزارة هو ظل أنه جاج ما فيه وباء بالمزارة عشان هيك سبب ارتفاع قلة المعروض السبب في ارتفاع الدواجن مش لا احتكار ولا أي شيء مش لا احتكار ولا أي شيء